اشتركوا في القناة واضافت الوزارة ان المدخل الرئيسي لمنطقة المطاعم سيكون من خلال كل من طريق 3801 المقابل لفندق الخليج وطريق 3825 المؤدي الى شارع يوسف الشيراوي ومنطقة المطاعم حيث سيكون شارع يوسف الشيراوي مخرجا لهذه المنطقة الحيوية الى شارع بني عتباء كما سيتم اجراء بعض التعديلات على اتجاه الطرق المحيطة في المنطقة ومن المؤمل ان تسمى الخطة التنظيمية في تحسين سيابية الحركة المرورية في المنطقة